اطنان من المواد الحربية السامة تنتشر في الهواء وفي التربة جراء الحرب المستمرة في الجنوب وتهدد حياة اللبنانيين وطعامهم ومياههم وانتاجهم الزراعي هكذا هو واقع الحال جراء تكثيف اسرائيل استهدافها للجنوب بقنابل الفسفور الابيض المحرمة دوليا حيث بحسب المعلومات سجل وقوع اكثر من 200 هجوم بالفسفور الابيض على الاراضي اللبنانية وكان اخرها في عيتارون وبلدة برج الملوك منظمة هيومن رايتس واتش قالت انها تحققت من اسخدام الفسفور الابيض فيما لا يقل عن 17 بلدة في جنوب لبنان منذ اكتوبر 2023 وتم اسخدام الذخائر المتفجرة جوا بشكل غير قانوني فوق مناطق سكنية مأهولة في 5 قرى والفسفور الابيض هو سلاح كيميائي سام وخطير يتكون من مادة صلبة شمعية شفافة بيضاء مائلة للإصفرار لها رائحة تشبه رائحة الثوم وتصنع من الفسفات يعرف عنها انها مادة سهلة الاحتراق وتستخدم في صناعة الذخائر الكيميائية الفسفور الابيض هو سلاح مثل كل انواع الاسلحة ولكن وين خطروا اولا الازيفة عندما بتنفجر بس تشوف الاكسجين بتحترق الفسفور يحترق بيوصل درجة 815 درجة وهدى المطرح ما بتنزل بيصير في حرائق اثنين اذا ان صاب الانسان مطرح ما بيوصل على الفسفور الجسم الانسان بيحترق بيصير عنده حريق وخطر انه يتنشأون وخطر انه يتصيبوا له عينيه وتم ولكن ممنوع من عم بيتا يستعمل الزيوت والمواد اللاصقة هو عم بينظفهم بدو يغسي تحط عليهم كمية ماء عالية جدا اثنين مطرح ما بتنزل الازيفة بسرعة بتحترق وما بدا له اثر الا اذا دخلت الازيفة لعمق الارض وانفجرت اذا ما وصل الاكسجين للفسفور بيدل موجود لفترة طويلة وزير الزراع عباس الحش حسن كان قد افاد سابقا بان اسرائيل قدت على قطاع كامل وان استخدام اسرائيل للفسفور الابيض الحق اضرارا بالغة بالقطاع الزراعي نحن عنا الشريط الحدود بيقولوا تقدر بحوالى 1500 اكتار مجموعة الادرار الاراضي اللي هي تقريبا متضررة مية بالمية زراعيا من عدة نواحي نواحي انه في القناب الفسفورية اللي هي عم تجي حارة عم تقضي على كل شيء اخضر وتعملوا يا بيت من شين الاشجار المصبرة كلها وخاصة اشجار الزيتون كل احترقين الثلاث بتاع في اوقات في اوقات العدو الاسرائيلي صار يقب محروقات بالمنجنيك يستعمل المنجنيك بسه يقب من زين ومزوت ويحرق الطرف الجدير ذكره بان الفسفور الابيض اذا لمسه انسان يحرق جسمه ولا يبقي منه الا العظام ويؤذي الجهاز التنفسي ومن الممكن ان يسبب زروحا عميقة وشديدة وقد جاد الى تلف الكلا والكبد واليوم فان القصف الاسرائيلي بالقضائف الفسفورية على بلدة برج الملوك ادى الى اصابة مواطن بحال اختناق استدعت بدخاله الى المستشفى التعرض المباشر للسفور الابيض بيبلش اما من الحروقة لانه بتعرض على الجلد وغيره بتصير الحروقة وصولا الى ازية مخاطيط العين او الى الاستنشاق وهو الاثنين خطرين لانه من مخاطيط العين في فوت على الجسم ومن الاستنشاق في فوت على الجسم وبأذي الى ازية كبيرة بالروية هذه الازية في الروية قد تشكل خطر كتير على المريض كمان هنالك خطر اخر وهو انه يمكن نحن نستهلك شي بالفم او نحن عم نلم الفسفور الابيض او عم نتعامل مع منتجات فيها الفسفور الابيض او عم نبعد عننا ندخلها بطريقة غير مباشرة للفم عند ازن مع دخوله الى الفم ممكن يقدي الى حروق بالمريء وغيره بالجهاز الهضمي اضافة الى كمان مثل الروية ومثل العين بالفم في يوصل على الدم بس يوصل على الدم بيؤدي الى ازية في الكلوي بيؤدي الى فشل كلوي بيؤدي الى انسبامات ببعض اعضاء الجسم وقد يكون خطر ومميد ترجمة نانسي قنقر